بسم الله الرحمن الرحيم ويجب على الإنسان أن يكون دائما مع ربه في حالة السراء وحالة الضراء في حالة المنشط وحالة المكرى في جميع أحواله لاجئ إلى ربه تبارك وتعالى وهو يؤجر على ذلك ويثاب عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فأحوال المسلم في كل أحواله هو مأجور عند الله تبارك وتعالى وتشتد الحاجة إلى اللجوء إلى الله تبارك وتعالى في وقت الشدة وقد كان الأنبياء عليهم السلام سيدنا أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وسيدنا يونس عليه السلام وزنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فليجب على الإنسان أن يلجأ إلى خالقه لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه فسواه فعدله ففي أحوال الإنسان يمر بنكباب ولكن يحتاج إلى عون من الله تبارك وتعالى إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده إلجأ إلى ربك سينصرك إلجأ إلى ربك سيرفع عنك الضر إلجأ إلى ربك سيكون معك فإذا كان الله معك فمعك الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل إذا لجأت إلى الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يعينك وتب إلى الله واستغفر الله والله تبارك وتعالى إذا علم منك نذما ولو طرفة عين كانت مغفرة الله تبارك وتعالى أسرع من طرفة العين نسأل الله تبارك وتعالى الهداية لنا ولكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة